بسم الله أهلا ومصلي على فيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمائي السلام عليكم أزول أزفلون خفتي أخواتي في قناتكم حلوية إليانا إليانا قاتو اليوم شاء الله أخواتي حبيت أنشارك معكم هذه الوصفة اللي درتها في الفيديو اللي فات كي كنت نهضر على موضوع تعل أثمينة الحلوية وكثير منكم طالوا لحلوية إليانا الوصفة وعدتكم بها أخواتي يعني أنا أصلا ناني مصورتها باش إن شاء الله نديرها لكم شوفوا اللي بنات وصفة من الأرواع أرواع ما يكون واليوم درتها بلا كون في تيوغ تعل البرتقال وخرجة بنينة 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 وعطوكم نقول لكم واحد الإقتراحات في الصفحة إن شاء الله بسم الله هنا بنسبالي فوند تخت هاتف كل حلوين درت مئتين وخمسين غرام مارقارين حبها بايضة ملعقة كبيرة على فاني ومئة غرام سكر ناعم سمحوا لي هنا الشيبور حكمتوا بيدية حسوس نزلة ضلتل هنا مئة غرام متاع السكر ناعم وغربتها لازم تغرب لو ديما السكر ناعم ومبعد روحت جبت خلطها بالبات شوفوا تقدروا تخلطوها باليد اللي بنات عادي جدا اللي بعدهاش يعني ماناش محتاجين الباتو غير باش نخلطوها هكذا ومبعد روحت زدتلها خمسينية غرام فانين حساب وعلى رأس المغروف تح خمارة يعني يا هذي الوصفة أخواتاتي المقادرتها مضبوطة ومبعد روحت جبت هادو لي فوند تخت اه انا جبت هادو لي كبار اللي علاش لاني انا هذي الوصفة اصلا اح نديرها للدار اه بصح مثلا اكم حابين هادي للعيد هادي لهم المر وصفات على لازم موندين اه اذا كم حابين نديروها للعيد اه اذا عندكم لي مول صغر انا مولفة هاكذا في الدار دايما في رمضان يعني سنة مؤكدة ندير لهم هذو اللي تخت اه القوالب عماركلي لحباء حتى نكملهم كامل هنا يجب أن نضع الحشو في هذا الفون دي تارت يجب أن نضع الكريمة يجب أن نضع الكريمة يجب أن نضع الكريمة هي صعبة يجب أن نضع الكريمة يجب أن نضع الكريمة 100 غرام ومليمون يجب أن نضع الكريمة اختيار السكر العادي. لازم تخلط مليح 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 هذا الحشو. لازم يتخلط مليح مليح. هذي يعني ضروريه لبناء في لعبات قدروا بيديكم. بالصحة هنا هي لازم 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 تخلطوا مليح مليح بالباطع. لازم هذا السكر لازم يزوب. بس تخرج الوصفة شربة. ومعد نروح نضيف عليها. شوفوا لبناء تقدروا 400 غرام لوز مرحي ولا 400 غرام كو كو مرحي. الوصفة الاصلية لازم تخلط مليح 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 سوف نكون الجديد مع كرين فرنجيه ومع هذه الكرين فرنجيه لنتجه الوصفة حيئة تقدرونها في صغير لعيد هذه الوصفة تتقدم مع الجيو نشربها مع الحليب نعم نعم قهوة عادي جدا بالنسبة للتقديمات هذي نقدموها مع المشروبات هذي هي ومبعد درت هذي كلا كونفيت ملعقة 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 ومبعد لكخيم ومبعد زر زرت فوقتها الكوكو إفيلة دروكنتما ندرتوها بلو سيرولوز إفيلة دروكنتما أنا أعطيت لكم الطريقة وبعد دروكنتما كل واحد مقدوروا كل واحد وشي حبتاني هذي هي أخواتي كيكملت كامل كامل شوفوا هنا يا وريت لكم كيفاش خرج ندخلهم فور 180 درجة 180 درجة أنا شوفوا بفور تاعي تحمرة واحدها من الفوق ومن التحت أنتما إذا ما تحمرتش من الفوق تفولها من التحت كيت تحمرة على الجوانب وشعلونها من الفوق ولا نحيتهم يتنحى وشوفوا بكل سهولة وشتريموا المدهنتهم ووالوا على ربات بسكو شابا تنحوهم القوالب هنا قديت شوية عندنا باشكن باقي لبرة اللي فاتت ندهن ذاك الوجه ومن بعد هادو الحلوة هادو تعبتوتي أنا مرمو حوزت على لي سوريس كروفيت ما ما صبت كبنو لي نحو تشريت هادو الحلوة وزادوا لهم صح زادوا لهم الصح في النص شوفوا شوفوا الناباج زادوا لهم النص كي تديروا التزيين بس كهية تبنكي شغل ناش فامي كي تديرها الناباج ما صدوك نوريها لكم هنا يا تحسي بلي الوصفة فغيمو حاجة يعني شابة بخيزون طعب البنينة شوفوا والله غير بالكوكو وتخرج من اربع ما يكون يعني مشي شرط لازم اللوز آآ وتزينوها اخوتاتي هكا تحطوها في الكيسات وهاذي ملاحظة اذا حبيتوها تخبوها للعيد تقدرو تخبوها للعيد ما مدينو لاش الناباج الناباج عند التقديم هذا ما كان يعني واصفات تقدرو تخبوها تقعد حتى الشهر في الكنجيلاتور ما يصرها الهوال وما فيها حتى حاجة آآ لي تفسد فاسكو كل شي فيها راهو طعيب اشتووا النتيجة اللي بنا تذكروا لكم الداخل سيختووا سيختووا مع هذي كلا كونفيتيو شوفوا اللي بنات الداخل تقدرو تديروا اي كونفيتيو يعني تعال مش ماش ولا انا فقط بغازاك يخرج صبت هذي تعال بورتقال نحب هاشري تهدرتها هنا في هذو وخرجت يعني خرجت هاي لأول مرة نجربها بهذي لكم فيديو آآ ان شاء الله اللي بنات الداخل تجربوها اذا ما تجربتوها تضروق تجربوها لعيد ما كان حتى مشكل ولا احتفظوا بالوصفة آآ المهمة اخوتتي آآ هذه هي آآ الوصفة آآ وفيت بوعدي افودي قرزناتي حذيين جي غا كنت له هنا التلويت آتي وليليت ان شاء الله